هدوء حذر يتسرب من خلف المتاريس وفوهات المدافع هنا في جبهة حام شمال الجوف بعد مواجهات عنيفة متقطعة سطر فيها أبطال الجيش الوطني أنصع صور البسالة والتضحية في جبهة هي الأكثر شراسة بمعاركها وتضاريسها الوعرة الجبهة حام تعتبر من الجبهات التي تستنزف الميليشيا بالقادة والأفراد وقد أخذت من الميليشيات الإنقلابية أفضل ما لديه من القيادات منهم من وقع أسير ومنهم من وقع صريع ومنهم من ولى بجراحه هاربا وعلى وقع أسوة المدافع وخط استعادة الدولة وتحرير ما تبقى من مناطق البلاد من أيدي الميليشيا يرابط هؤلاء الأبطال في جبهات القتال بمعنويات وعزائم عالية ذللت أمامها الصحراء والجبال دفاعا عن وطن اجتاحته البليشيا بالنسبة للموقع بالطب موقع استراتيجي هام يعتبر صمام أمان لمدينة الحزم والجوه بشكل عام لأن العدو يعرف أهمية هذا المكان الاستراتيجي والعسكري لكن نحن له هنا في هذا المكان نصد هذا ونحن له في المرصاد وأبطالنا ورجالنا من الضباط والأفراد والمقاومة يعني مرابطين مستبسلين لا يمكن أن نفكوا عن هذا المكان لا ينزل أي فرد من هذا المكان إلا شهيدا أو جريح سلسلة من المواقع والتباب تسيطر عليك قوات الجيش الوطني على امتداد جبهة الحامل الاستراتيجية والمهمة في خارطة معركة الدولة الأمر الذي تستبيت الميليشيا من أجلك يوما بعد آخر محاولة التسلل لاستعادته لكن يقضة أبطال الجيش الوطني وعزيمتهم هي الفيصل في صد محاولة التسلل تلك وتكبيد الميليشيا خسائر فادحة في الأفراد والعتاد لننثني الحوثين مهما تعددت الأسباب ونعدهم وتعودهم بإذن الله أن نعدهم أشلاء إلى منازلهم بإذن الله المسافة الفاصلة بين جبال حام شمال الجوف وحرف سفيان في محافظة عمران هي الأقرب من هنا ما يجعل خير وصول قوات الشرعية إلى محافظة عمران وصعبة أمرا ممكنا في الأيام القادمة علي الجردي قناة بلقيس الجوف اشتركوا في القناة